تعريف حرب الأسعار الحلقة 155 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتاعت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأثقر مصدر ومرجع المعلومات حرب الأسعار هو خفض الأسعار بصورة مضطربة وسريعة في الدول ذات النظام الارتصادي الحر وهذا لانخفاض ناتج عن المزاحمة الشديدة أو عن فيض الإنتاج لسلع من السلع لمجموعة منها وغالبا ما ترود حرب الأسعار إلى تدخل الدولة لتحديد الأسعار أو الأثمان سواء لجهة المحافظة على ثباتها واستقرارها عند مستوى معين أو لجهة تخفيضها أو رفعها لمصلحة المستهلتين أو المنتجين ويأخذ هذا التدخل أشتالاً رئيسية أربعة هي أولاً تحديد الأسعار أو التسعير الجبري ثانياً التدخل المباشر للتعثير في العرض أو في الطلب ثالثاً التعثير غير مباشر عن طريق فرض العطوبات الجزائية على البائعين الذين يتلاعبون بالأسعار رابعاً التعثير غير مباشر عن طريق الإصدار النقدي وتحديد قيمة النقود الوطنية اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم من تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد